وقل رب زدني يا علم وما يقع من استحسان للإكتار من الأعمال الصالحة المتنوعة في ليلة القدر غالط في فهم المراد الشرعي منها فمن يؤقت تلك الليالي لأجل عمل يراد به إصابة الخيرية المذكورة فيها بأن يطعم جائعا ويسر عاريا ويداوي مريضا ويتصدق على فقير ويبرى والدا ويحسن إلى جار ويصل رحما فكل تلك الأعمال غير مرادة فيها فالذي يبقى تلك الليالي مريدا إصابة ليلة القدر في المسجد قائما تلك الليلة أو في غيره قائما تلك الليلة بالصلاة وتلاوة القرآن فيها والدعاء هو الموافق للمأمور به شرعا لا من ترك القيام والصلاة والتلاوة وذهبا يكثر الأعمال من الصدق والإحسان والبر والصلة فهذا معنى حادث لا يعرف عن السلف رحمهم الله